حددت السلطات في إيران يوم الثامن والعشرين من يونيو المقبل موعداً لإجراء انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد للبلاد إثر وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية على جانب آخر أمر رئيس هائة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد بقري بفتح تحقيق في سبب تحطم المروحية فترة انتقالية قصيرة ستعيشها إيران حتى انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفاً للرئيس إبراهيم رئيسي الذي لقي مصرعه مع وزير خارجيته وآخرين في حادث تحطم طائرة مروحية وفاة الرئيس الإيراني أحدثت اضطراباً سياسياً وخوفاً بين الإيرانيين واستحالة من الترقب لمن سيخلفه في المنصب الذي على الرغم من أنه لا يعد أقوى موقعاً في البلاد إلا أنه يحمل سلطة تنفيذية كبيرة حيث يعد الموقع الأقوى محفوظاً للمرشد الإيراني وفي أعقاب الأعلان الرسمية عن وفاة رئيسي كلف المرشد الإيراني علي خامنئي محمد مخبر بتولي مهام الرئيس كما تم تعيين علي باقري قائماً بأعمال وزير الخارجية خلفاً لحسين أمير عبداللهيان السلطات الإيرانية حددت الثامن والعشرين من يونيو المقبل موعداً لإجراء انتخابات رئاسية وبحسب التقويم الانتخابي المعتمد سيتم تسجيل المرشحين خلال الفترة من الثلاثين من مايو الجاري حتى الثالث من يونيو المقبل وستكون فترة الحملة الانتخابية من الثاني عشر من يونيو حتى السابع والعشرين من الشهر ذاته جاء ذلك خلال اجتماع رؤساء السلطات الإيرانية الثلاث الذي عقد بحضور رئيس البلاد المؤقت محمد مخبر ورئيس السلطة القضائية ورئيس مجلس الشورى وأيضاً النائب القانوني لرئيس ونائب رئيس مجلس صيانة الدستور وأيضاً النائب القانوني لرئيس ونائب رئيس مجلس صيانة الدستور والنائب السياسي لوزير الداخلية وبعيداً عن الصراعات الداخلية على السلطة ومن يتولى الرئاسة تواجه طهران توترات متصعدة مع خصومها الإقليميين وخاصة إسرائيل حيث أدى تبادل الضربات المباشرة الأخيرة بين البلدين إلى زيادة المخاوف من نشوب صراع أوسع نطاقا في منطقة الشرق الأوسط على خلفية العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة ويخشى الخبراء الإقليميون وفقا لمجلة نيوزويك الأمريكية من أن هذا الوضع المتقلب قد يزداد سوءا بسبب وفاة الرئيس الإيراني إلا أن المجلس الاستراتيجي الإيراني للعلاقات الخارجية أكد أن طهران تخطط لمواصلة أجندة سياستها الخارجية بحزن تحت قيادة المرشد الإيراني علي خمينئي كما أن وفاة رئيسي تزيد من المخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني وعلاقاتها المتوترة مع الغرب وقد أثار تخصيب إيران لليورانيوم إلى مستويات تقترب من مستويات تصنيع الأسدحة إدانة دولية وزاد من المخاوف من الانتشار النووي هي مرحلة مفصلية فارقة تدخلها إيران في محاولة إنجاز ملف الانتخابات الرئاسية سريعا للحفاظ على الاستقرار في ظل التوترات والتهديدات الدولية التي تتزايد يوما بعد يوم